بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحققة الخامسة من سلسلات التعريف في مواد الهندسة الكهربية مقررات كلية الهندسة جامعة عين شمس الفصل الدراسة التانية هنتكلم داتي عن المادة الخامسة من مواد الترم مادة بسيطة جدا ولطيفة وسهلة ومن فعلا من المواد السهلة في الترم ده يعني يفهاش اي صعوبة وهتلاقي الموضوع ماشي معك سالس وفي نفس الوقت داسمة بالمعلومات مليانة معلومات كتيرة هتفيدك وما ينفعش تطلع من الكلية وانت مش فاهمها وما ينفعش الكمال في تخصص هندسة الكهرباء وانت مش شاهم الحاجات دي فلازم تستوعبها كويس قوي وفي نفس الوقت مصادرها مش كتير فانا هنجزك فيها يعني مصادرها مش كتير دي ميزة اللي هو انت عارف هتذاكر منين ومش هتحتار وفي نفس الوقت المصادر دي كافية جدا توصلك بإذن لانك تخش تحل كويس في المتحاد يعني تمام قوي كمان فهي المادة ايه؟ مادة الالكتريكال ميجرمنس او القياسات الكهربية اللي هنتكلم عنه النهاردة زي كل مرة اتمنى تكون سمعت لاربع حلقات اللي فاتوا بتوع تعريف المواد فانت فاهم حبنشتغل ازاي فانا هنجز معك على طول المادة الخامسة زي ما قلنا الالكتريكال ميجرمنس او القياسات الكهربية مادة سهلة بسيطة مليانة معلومات فلازم تفهمها كويس وفي نفسه معلوماتها كلها سهلة ده هو عمال يدي لك اجزاء يعني المادة دي مش اجزاء كبيرة بيشرح فيها لا ده عبارة عن مجموعة من الاجزاء الصغيرة كل موضوع صغير كده بيقعد يشرحولك واحدا تلو الاخر متقسمة لثلاث اجزاء رئيسية كل جزء بيشرحه واحد من دكاترة والمادة بثلاث ساعات وامتحانها بيكون بنظام الامس كيو وبيقى متكرر من السنين اللي فاتت فانت هتخش تلاقي الامتحان هو هو بالظبط وهتجي في درجة كويسة بإذن الله كل المواد اللي تابع باور تابع بقسم باور امتحانها بتكرر فانت اعرف كده يعني المادة لي بالذات امتحانها هيجي هو هو زي السنة الفاتت وزي اللي قبلها وزي اللي قبلها كلهم شواه بعض فانت لو حالتهم كلهم هتخش ان شاء الله هتلاقي هو هو وهتجي في درجة كويسة فلا تقلق سداني كان ناقل الامتحان بنفس الترتيب فما تقلقش خالص فانت حين الامتحان السنة الفاتت هتجيب درجة كويسة بإذن الله ولكن انت الخسران ليه لانك لازم تفهم المادة ليك انت قبل الامتحان الامتحان ده شيء سهنوي اول حاجة تفهم المادة عشان ما تتخرج تقلق مستوع من الموضوعات دي كويس فهم الفكرة المنهج عبارة عن 10 دروس تقريبا متأسمية على 3 اجزاء كل جزء بشرحه واحد من دكاترة الجزء الأوليين هو جزء دكتور نجار في 3 دروس يتكلمون عن الجيلفانو الذي انت خدته زمان في سنوية عامة الجيلفانو متر هل اللي هو البي ام ام سي اي هل بيده لك وتطبيقاته بين كيف نستخدمه كاميتر و كيف نستخدمه كفولتاميتر ده الدرس الاول بعد كيف نستخدمه كاوم متر اللي هو القياس المقاومة الكهربية ما هي الدرس المادة اسمها الكتيريكا المجرمين قياسات كهربية فإيه الكهرباء باختصار عايزة إيس طيار يبقى ميتر أو إيس جهدي أو إيس مقاومة يبقى قوم ميتر فدول أول 3 حاجات هتأخذهم في درسين الدرسين الأوانية وهي شرحون لك دكتور نجار شرحه جميل وراجل طيب وعسل حل بعد كيف نستخدمه موفينج آيرن انسترومنت حلو حاجة اسمها الام اي اي هتتبسط فيها قوي جهاز برضو للقياس نفس الحاجات اللي فاتت فانت هتحس انك بتكرر نفس المعلومات بس الطريقة مختلفة فالتلات دروس دول اسهل من بعض اتمنى تفهمهم كويس لان دي اساسيات في علم القياسات الكهربية لازم تفهمهم حلو لانك تحتاجهم قدام ومحادش هتشرحهم لك تاني فهم الفكرة ده التلت الأولاني تلت سهل جدا ويعني عايز اقولك هتحس انك بتاخد حاجات من سنوية عامة هو نفس الشغل بالزبط لو حد كم متأسس في سنوية عامة حلو هيجي يتبسط قوي هنا وهوكي جا هيبدأ معكم الصفر الجزء التاني وده جزء تحسه كده بيعدي هوا في النص يعني هو حرفيا محطوط كده في النص توفايلي على المنهج بس هو لطيف بيتكلم عن حاجة اسمها الدينامومتر الدينامومتر والواتميتر حاجات لقياس القدرة الكهربية القياس الطاقة الكهربية هتاخد الانرجي ميتر هتاخد حاجات حلوة اوه فيها الدينامومتر ده ده درس نطيف جدا بيخلص بسرعة وبيخدش وقت وتلاقي نفس الفكرة القابلية مجرد جهاز هتعرف تركيبه هتعرف معدد بتاعته هتعرف زي بيجينا في المسائل خلص الدرس وهتاخد بعدها حاجة اسمها error analysis او طرق تحديد الخطأ هتاخد زي تئيس الاخطاء المختلفة اللي بتحصل في القياس وهيدي لك شواء الجداول يديك مثلا قيم للطيار الكهرابي اللي احنا اثناء ويقول لك هتلي قيمة الخطأ اللي احنا اثناء هتلي بقى واشكال كتيرة من الخطأ مش مش شكل واحد هتلي المتوسط هتلي مش عالف ايه هتلي ايه حاجات كتير اوه كلها سهلة حاجات الالف فيه انت فهمها من probability اساسي هلق وكمان كانت اساسيات مش حاجات صعبة فالدرسين اسهل من بعض الجزء الاخير ده امتع جزء فيهم واكتر جزء لازم تفهمه حلو لانه مكمل معك في اكتر من مادة جاية يعني ده مقدمة جزء التالت ده مقدمة اللي تلات اربع مواد هتتخدهم في السنين اللي جاية اول حاجة اللي هي transit users او اللي هي sensors المستشعرات وده لازم ان تفهمه كويس لانك هتاخده قدام في كورس control وهتاخده في كورس تاني وراه مهم يعني لازم ان تفهم transit users لانها هتكمم عجب ايه حياتك في قسم الكهرباء وهتاخد حاجة اسمها operational amplifier وده هتاخده تاني في اكتر من كورس هتاخده في كورس control السنة الجاية وهتاخده فيه كورس electronics وفي كورس digital devices هتاخده في حاجة كثيرة جدا فلازم تستوعب جامد قوي المقدمة اللي هتاخده عنها هنا اللي هي operational amplifier او وبامس هلو وهتاخد logic circuits وده انت خطها بكده اصلا الهي ال end وال ur وال not work والx ur الكلام ده وهتاخد الهيس كده بسيط اسمه digital frequency meter هتاخده في 3 اربع صفحات كلام يعني بسيط جدا وسازق كمان حاجة سهلة قوي يعني فههعرفوك ازاي بنقيس ال frequency كلام جميل قوي وتستمتع به درس ده بالذات لطيف جدا وصغير وممتع انا نفسي سفدت به جدا حالو وهتاخد في الاخر درس بيكلمك عن bridges شكل الدوائر الكهربية اللي تقع على شكل bridge وهديك انواع كثيرة من bridges حوالي 4 وكل واحد بنستخدمه في ايه وبنقيسه ازاي وايه معادلته كل واحد من دول صغير او في الحجم فده المنهج باختصار اظن حسيت النواة دسم فعلا ومليان معلومات فركز عليه عشان تستفيد به بإذن الله كل واحد من دول كل تلت بيشرحه واحد من دكاتر لو داني بشرحه دكتور نجار التاني بشرحه دكتور عمر ابراهيم التالت بشرحه دكتور محمود التلتة اسهل من بعض فخلينا نشوف على طول مصدر الشرح وخطوات المذاكرة زي ما قلنا في الاربع حلقات اللي فاتوا نفس التلت خطوات بالزبط بتشوف مصدر شرح مناسب وهنا في المادة دي سهل قوي لانهو اصلا فيش غير تلت حاجات لا رابع لهم فانت تسمع واحد من التلتة فمن فكرة ويفضل يكون واحد بس ويكون مدوته متوسطة ويكون هو اللي انت بتفهم منه كويس وبتستراح معاه بعد كي تشوف مصدر للحل وبرضو مصدر للحل في المادة دي مش كتيرة والمصادر الموجودة كافية جدا ومش تحتاج حاجة بعدها وفي الاخر تحل المتحانات وفي المادة دي لازم تحل المتحانات او على الاقل تحل المتحان لانهو يجي زيه السنة الجاي فان شاء الله فتلت خطوات اسهل من بعض طيب ايه المصادر الموجودة في المادة هم زي ما قلت لك تلت مصادر ما لهم شرابع دكتور المادة المعيد أو التكاثرة على المادة هو كل واحد بتحل تلت المعيد بتاع المادة وده جميل جدا والشرح عندي قناة التلت either ادو لم entsteه رابع عليهم فانت رازم تسمع واحد منهم الاول واحد اللي هو الدكتور نجار ودكتور عمر ودكتور محمود الثلاثة كل واحد شرح منهم ايه شرح تلت من المقرر تلت الاولان يخرج في الترتيب شرحوا الدكتور نجار والثلت اللعين شرحوا دكتور عمر والثلاثة شرحه دكتور محمود والثلاثة شرحهم كويس ودكتور نجارب ازداد شرحه كويس هتلاقيه مفهوم كويس يعني دكتور عمر كويس بس مختصر دكتور محمود كويس جدا مش تحتاج بعديه حاجة يعني الكلام منه هيبقى واضح جدا فتقدر تعتمد عليهم في الشرح وتتوكل عنه الحاجة الثانية وهي انا ارشحها لك جدا وده اهم مصدر ممكن تسمع منه في اعلان لان كل دفعك بتسمعك هتمستفيدة منه هو شرح المؤيد اللي هو باشموندس إبراهيم محمود شرحه ممتاز جدا وجميل وبيشرح وبيحل وبيبدأ معك من الصفر خالص ولحد ما يوصلك انك حلت الشيت كله والدنيا تمام قوي فممكن تسمع شرح بتاعه حرفين وتكتفي به في المادة دي ويبقى كده بارك الله في مرزة يعني ممكن حتى يغنيك عن شرحات دكتورة فانت تسمع ده يا تسمع ده يا تسمع ده يا اما عايز تسمع مصدرين فتسمع واحد منهم وتسمع الشرح بتاعي لو حابق نفود انك بعدها بتخلص شرح بتحل هتحل ايه هتحل اسئلة المحاضرات كلها كل محاضرة تحل الاسئلة الموجودة في السلايدز بعدها لازم تحل كل اسئلة الشيتز لانها بتجي في المتحان بالزبط بس بتيجي بشكل اختر لازم تحل الشيتات مهمة جدا في المادة دي بالاضافة اني سعب احط في الورق عندي اسئلة اضافية لازم تحلها خاصة في التلت التالت هتلاقي في جزء الـ Operation Amplifier كان في اسئلة زيادة حضرتها في الورق وفي جزء logic circuits وكذا درس هتلاقي فيهم اسئلة عندي زيادة يفضل تحلها من عندي بس الاساسية اسئلة المحاضرات واسئلة الشيتز بعد كده لازم تحل الامتحانات زي ما قلت لك لان انت حان بيجي متكرر سواء بقى MCQ ريتن بسواء دايما بيجي MCQ فالامتحان بيجي متكرر كوبي بس من المتحانة اللي فاتف او من اللقب لها فلازم تحلهم لان هيجي زيهم المسائل اللي ما قلنا بنحلها نحلها ثلاث مرات كل مرة فيهم لها هدف المرة الاولية هدفها تفهم كل خطوة المرة الثانية هدفها تعرف تكتب الخطوات دي بشكل ثلث ورا بعضها المرة الثالث هدفها تحل في وقت قليل فتصبت تايمر كلام دا قلت في الحلقات اللي فاتت فمش هكرره تاني طيب الشرح بتاعنا في المادة هتلاقي على قناة شرح كامل ومفصل للكورس وتمارين وحال الامتحانات وتقدر تعتمد عليه بإذن الله وتتبسط فيها يعني بس لازم بعد ما تخلص معي الشرح او سمع الفيديوهات تحل بيدك كل التمارين عشان السمع فقط مش هيكفي انا حالي لقاءة تمارين كتيرة بس لازم تحلها انت برضو هي هي تاني بعد ما تخلص ولازم تحل الشتات الشتات لا مفر لازم تتحل حالو الجزء الثاني والثالث او التلت الثاني والثالث عندي مشروحين كلهم ومحلول عليهم والدنيا زي الفل لكن الجزء الاول من المقرر شرحته في اخر الترم فكان مش مكتمل كان نقصه درس الاوميتر او جزئية الاوميتر وجزئية الام اي 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 فدول النقصين عندي في الايه في البلايليست كلها بقية المنهج كله مشروح بالتفصيل ومحلول عليه فباختصار لو انت جردت الشرح عندها بكده جو اون واسمع البلايليست كلها واعتمد عليها طيب تعال على طول هوريك اللينكات اللي انا قتلك عليها نفس الكلام بالضبط هتلاقي شرح الدكاترة التلاتة في اول لينك فيهم الدكتور النجار اوه حلقات بيشرح لك التلت الاولاني من المنهج الدكتور عمر مختصر جدا في المدة ولكن حاول تفهم منه مع البشمانس ابراهيم مع الشرح من عمدي اللي تفهم منه كمل معي فده التلت التالت التاني التلت التالت هو اخر يعتبر ثلاث فيديوهات جزء جميل جدا ولطيف ويعتبر اهم جزء في المنهج من وجهة نظري لانك تحتاجه قدام جامد اوي ممكن اللي فات ده مش تحتاجه كتير ده مفاهيم عامة لكن ده هتحتاجه كتير اوي كمان الدكتور محمود عبد الله ده شرح الدكاترة بعدها شرح بشمانس ابراهيم ده اهم بليلس في موضوع لازم تخلصها كلها لو انت ناوي تسمع البشمانس يعني لو انت شايف انك بتفهم مني جربني وجربه وشوف مين اللي انت مستريح معه اكتر لكن انا بقول لك انا برشح لك ده جدا شرحه ممتاز وجميل لما جربت كذا فيديو من عنده كان شرحه حلوي وقريب وبيحل وبيشرح في نفس الوقت بعدها تلاقي شرح البشمانس حمد صبحي برضو جربه فيش مشكلة برضو شرح اغلب المنهج فجو اون وجرب لانت حبه وتسمع منه الايه وتفهم وتشوف مين انت فاين منه اكتر يعني برضو شرحه مش وحش جميل جدا بس انا برشح بشوانس ابراهيم لان هو الاشهر وكتير سمعوه فتجرب كتيرة بتقول انه هو كويس وهو فعلا كويس الشرح بتاعي هتلاقي بليلس على القناة تجيبها ازاي خش على القناة عندي دوس على بليلس وانزل تحت لحد ما تجيب اولى تخصص هندسة كربية الترمي التاني هتلاقي بليلس اسمها ميجورمانس دوس عليها هيفتح لك بليلس دي هتلاقي فيها كم فيديو سبعة تصار فيديو عبارة عن التلت تلات بس التلت الاواني ناقص مش كامل هتلاقي اول اربع فيديوهات هما التلت الاواني بس في ايه ناقص الاوم ميتر والم اي اي بعدها ندخلت في الجزء التاني على طول الارو الاناليسي والدينامومتر والكلام ده وهتلاقيني بحل لك اسئلة كتيرة اضافية مش موجودة في الشيط اسئلة اختر زي اللي تيجي في امتحان فهتلاقي مثلا الفيديوهين دول حلل فيهم عشرين سؤال اختر غير الشيط فانفكرة انزل هتلاقي الجزء التالت وده بالذات لازم تسمع مني حتى لو هتسع بشوان سبراهيم لما تصل للتلت التالت تعالى اسمع مني لان انا اقيل فيه حاجات كويسة خاصة جزء الترانس ديوسر شرحه بشكل حلو الامتحان كامل الامتحان كامل ممكن دول عند بشوان سبراهيم مختصرين شوية وفي الاخر لازم انتحل معايا الامتحان اللي انا حلو انا حلل الامتحان كامل اللي انا هو جي شبهه جدا فهتخش تلاقي نفسك ان شاء الله جاي بدرجة حلوة وتحل الامتحانات من على درايف غير الامتحان ده كمان لو فتحت الدرايف هنا هتلاقي عندك الامتحان طبعا ترد كترة كل واحد فيهم ليه سلايد معاينة ويرجع هتلاقي فيها السئلة لازم انتحلها برضو وبعدها تحل الشتات ده اساسي الشتات في المادة دي اساسية لا مفره منها لازم تحلها كلها وسهلة مش صعب اياه وهتلاقي كلهم من اغلبهم من حللهم ويبشوان سبراهيم برضو حللهم وانت حتى في الحالتين تسمع الشرح وتحل انت بايدك عشان تستفيد فايدة كبرى وهتلاقي ما لازم تعتمشان بشوان سبراهيم فيها اجابات الشتات اهو اولد بوكلتز فيها الحديثة مثلا 2021 هتلاقي بشوان سبراهيم هتلاقي ما لازم تعتمشان بها فيها اجابات كل الدروس بتاعت الايه الشرح وبعدها حلل الشيت شرح وبعدين حلل الشيت فده باختصار كل انت محتاجه اهو حاجه ثاني لا كده لو دخلت على ال هين هي اهيه هتلاقي امتحانات سبق وميت ترم ده تعملها ايام الميت ترم هتفيدك جدا ومتجاوبة وحاجه عظيمة قوي وبيجي منهم يعني ده بالذات بيجي من ما دريد تكرر يا جماعة والفاينال نفس الكلام هتلاقي امتحانات وانا مجاوب منهم واحد فالباقي هتعرف هتلاقي ايامك هينزل لهم اجابات برضو هتلاقي الدفعة بتنزل اجابات ليهم فالمهم انك تحل الامتحانات دي لان بيجي زيها كده خلصنا ده لكل انا عايزه فانا اخسرك المضع في المصادر دي التلاتة اربعة دول اختار منهم واحد تسمعه ولازم تحل الشيتات وتحل اسئلة المحاضرات وتحل الاسئلة الزيادة وحاجة اخيرة ممكن تزود اسئلة ازاي وتدرب نفسك اكتر تخش اكتب اسم الدرس زي نمسلا دينامومتر واكتجن به امسكيوز هتلاقي النتيجة دي موقع اسمه موقع مشهور جدا هومدايس كده هتلاقي اسئلة هتلاقي اسئلة هل الاسئلة دي بس انت عايزه تاني انت كيف تتدرب على الدرس ادي عشر اسئلة ولا خمشار سؤال على الدرس بتكة هلو ممكن اجيب عشر كمان ايه فلده خلاص افتح اللينك التاني هتلاقي نفس الكلام اسئلة مختلفة حل كل ده انت عايز تاني ده اللي انا بحطه في الحلقات يا جماعة جميل موقع تاني اسمه تست بوك موقع تحفة انزل اهو اسمه تست بوك دور على الدرس اللي انا بحثت عنه بالاسم هتلاقي اسئلة متجاوبة والاجابات مشروحة كمان بيشرح لكل اجابة اجاوبها ليه انزل هتلاقي ادي السؤال وادي الاختيارات ادي الاجابة النهائية ادي الشرح بتاع الاجابة السئلة كثيرا جدا بصنا اللي حاول تنزل كثيرا جدا اي درس في الدنيا اعمل فيه ويطلع لك عليها السئلة اكتب اسم الدرس وجنبيه solve problems لو هو written او MCQs لو هو مش written بس كنت عايز تاني بص ادي كل دي صفحات ولسه دحت في صفحات كثيرة انا ممكن اطلع لك من حرفين على الدرس الواحد الف سؤال فبس كده باختصار انا عايز منك دي كل المصادر اتمنى تكون استفدت وكده فضل المادة واحدة ان اعملها تعريف وان شاء الله بخلصنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته